ساهمت مسابقة الابتكار الحكومي فكرة منذ انطلاقها ساهمت على احداث تغيير ايجابي في مختلف مجالات الاداء الحكومي من خلال تقديم افكار ومقترحات فاعلة لتطوير مستوى الاداء الحكومي وتميزت هذه المسابقة التي اطلقها صاحب السمو الملكية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018 بافساح المجال للكوادر الوطنية لتقديم افكار من شأنها تعزيز مستويات الانتاجية وتدعم الابداع والابتكار لتعزيز ثقافة الابداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسيا لتطوير جاءت مسابقة الابتكار الحكومي فكرة تنفيذا لتوجيهة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ايمانا بالدور الحيوي للطاقات البحرينية في مواصلة مسيرة التحديث والتطوير من خلال اتاحتها الفرصة لاشراك موظفي القطاع العام في طرح الافكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير مخرجاته هذه المسابقة تهدف في المقام الاول الى تحفيز الابتكار واتاحة الفرصة لدى القطاع العام للتنافس واحداث التغيير الايجابي في مختلف مجالات الاداء الحكومي من خلال تقديم مقترحات فاعلة تساهم في الرفض بمستوى الاداء الحكومي حيث ستساهم مجمل هذه الافكار في تخطي تحديات العصر واستشراف فرص المستقبل التي من شأنها ان تعزز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء وتتضمن مسابقة فكرة للابتكار الحكومي شروطا عديدة ومراحل مختلفة يجب على المشاركين اجتيازها للتأهل للمرحلة النهائية وتتم مراجعة الطلبات من قبل عدة لجان قبل ان يتم تغييمها من قبل لجنة وزارية رفيعة المستوى كما يتاح للجمهور التصويت لأفكارهم المفضلة التي يتم تنفيذ افضلها من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة وتستمر مملكة البحرين استرشادا برؤى جلالة الملك المعظم ايده الله في توفير البيئة الخصبة التي تسهم في تحفيز العاملين في القطاع العام نحو صنع الانجازات التي كانت دائما موضع فخر للجميع فالمشاركون بأفكارهم مشاركون في التنمية والتطوير وهما هدفا منشودان من قبل قيادة مملكة البحرين شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم